اهلا بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن دواء ريبريل دراجيز لماذا يستخدم يتم اللجوء اليه من اجل علاج الحالات والاعراض الاتية يعالج البواسير ويخفف من حدة الامها يسكن الصداع ويزيل الام الرأس يعالج التهابات الاذن واللوز والحلق يعالج ما يصيب المفاصل والعظام من التهابات تخفيف الام الظهر والرقبة وعلاج عرق النسع يزيل الخوف والقلاق كما يعالج التوتر العصبي القضاء على اعراض الدوال وعلاج التجمعات الدموية تسكين الام العمود الفقري وكافة ما يصيب العظام من الام يتم استخدامه عقب الخضوع للعمليات الجراحية لتجنب ما قد يترتب عليها من تورم يستخدم في علاج الإصابات بالتورم والكدمات التي قد ينتج نتيجة لعب الرياضات والألعاب القوية الجرعة الموصى بها يتم تحديد الجرعات المناسبة من العقار على عدة عوامل منها الحالة الصحية للمريض عمره وما ينصح به الطبيب وسوف نعرض فيما يلي الجرعات الاعتيادية المسموح بها للبالغين يتم استماح بتناول ما يصل إلى ثلاثة أقراص بلع باليوم الأطفال فوق عمر السبع سنوات لا يسمح بتناول أكثر من حبة باليوم تقسم على مرتين يتم تناوله مع كمية كافية من الماء وعقب تناول الطعام لتجنب الإصابة بآلام المعدة والتقرحات بالجهاز الهضمي الأعراض الجانبية قد يترتب على استخدامه بعض الآثار الجانبية وحينها لا بد من التوقف عن تناوله وطلب بديل له من قبل الطبيب تلك الأعراض تتمثل في الآتي إصابة الجهاز الهضمي بالإضطراب المتمثل في الغثيان أو القيء والإسهال حينما ينشط مضاد التخثر الموجود به قد يترتب عليه الإصابة بالسمية الكلوية الخطيرة الإصابة بالحساسية والطفح الجلدي انخفاض ضغط الدم وطراب معدل السكر بالدم هل يسبب النعاس؟ تم إجراء دراسات طبية عديدة حول تأثيره على النشاط والتركيز وما إذا كان يسبب لمن يتناوله النعاس وقد تم التأكد من كونه يؤثر سلباً على التركيز ويحدث خللاً بالتوازن ولكن لم يتم ثبوت كونه يسبب الشعور بالحاجة إلى النوم والأفضل هو تجنب استخدامه قبل القيادة أو إجراء أنشطة تتطلب تركيزاً ذهنياً إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضاً تقدروا تابعونا على السوشيال ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر